ترجمة نانسي قنقر مشاركة مميزة لمملكة البحرين في فعاليات النسخة الحادية وثلاثين من معرض سوق السفر العربي الفين واربعة وعشرين بمركز دبي التجاري العالمي الذي أقيم لمناقشة سبول تسهيل وتعزيز السياحة إلى جانب أوجه توسيع فرص التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي مملكة البحرين تحرص على مواصلة تعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لرفع وطيرة نمو القطاع السياحي وزيادة مساهمة القطاع بالدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية نحو مستويات أكثر تقدما وخلال المعرض تم استعراض الجهود المثمرة لمملكة البحرين خلال الجلسات الحوارية الخاصة التي برهنت على النمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة بإطار استراتيجياتها التي تقدم أفضل الممارسات بمجال تنمية وتطوير القطاع وزيادة قدرته على توفير المزيد من الفرص النوعية وتنويع مصادر الدخل ودعم الناتج المحلي الإجمالي هذا وجذب جناح المملكة في المعرض أنظار الزوار من خلال ضمه إلى أكثر من عشرين جهة عارضة من شركاء القطاع السياحي في مملكة البحرين هذا واستطاعت المملكة الضفر بجائزتين عالميتين مرموقتين كأفضل وجهة لحفلات الزفاف في الشرق الأوسط لعام 2024 وأفضل مركز لحفلات الزفاف الكبرى في الشرق الأوسط لعام 2024 لمركز البحرين العالمي للمعارض وتعتبر هذه الجوائز تأكيدا لما تقدمه المملكة من تجربة سياحية مميزة معرض سوق السفر العربي معرض مميز استطاع خلال فعاليات نسخته الحادية والثلاثين من تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الحضور الذي تجاوز أربعين ألف زائر بنمو نسبته خمسة عشر بالمئة وزيادة كبيرة في عدد الصفقات التجارية حيث ضم أكثر من ألف عارض من نحو مائة وستين دولة مع نخبة من أبرز المختصين لاستكشاف فرص النمو وتوسع في أسواق المنطقة والعالم اشتركوا في القناة